كيف تبعت مخرجات زيارة وزيرة الداخلية التي جاءت بناء على طلب عشائر المنطقة بعد تجدد النزاعات العشائرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم الله وحيا جمع مشاهديكم الكرام وحيا الله كادر قناة الحرة المحتوى الحقيقة معالي وزير الداخلية حينما ذهب إلى محافظة ميسان كان هناك عملية استشعار بخطر كبير في هذه المحافظة على اعتبار أنه مقتل شخص مع ابنه ومع ابن شقيقة والشخص مطلوب طبعا عشاريا ومطلوب قضائيا لكنه ابن وابن شقيقة غير مطلوبين وقتل على أيدي الأجهزة الأمنية والموضوع للقتل كان مصور وموثق يعني ما كان هناك مصادمات وإنما كان هناك متابع من قبل الأجهزة الأمنية العسكرية والتالي استطاعت من القضاء عليه هذا ما أثار حفيظة البعض وربما من ذويه وآخر واترضوا على أنه هناك كان بإمكانية تلقاء القبض عليه وحالته إلى المحكمة وهو مطلوب عشاريا وبالتالي بما أنه مطلوب للعرف العشاري فالأجهزة الأمنية يفترض أن تكون بمنأة عما هو عليه والعشار هي التي تأخذ حقها بيدها وهناك عراف عشارية ومقتل ابنه وابن شقيقة أيضا اعتبروه جريمة بحق الناس مدنيين غير مطلوبين قضائيا وكان بإمكان الأجهزة الأمنية تطويقهم وقال قبض عليهم دون أن تحتاج إلى مقتلهم هذا ما اتخذوه كذريعة ولذلك ذهب ابنه باتجاه أنه إثارة الفوضى بالداخل ويعتقد أنه نال الكثارات ويجب أن ينال المقصر جزاءة وأعتقد كانت عملية أخرى هنا جرح حد شيوخ عشيرة الزيرج في محافظة نيسان الحبيبة أعتقد أن هذا التوتر الأمني كان يستدعي أن يذهب معه الوزير الداخلية إلى محافظة نيسان وتحدث عن نزع السلاح من مركز المدينة ومركز المحافظة لأنه لا يستطيع من نزع السلاح من الأقضية والنواحي لأنه ممكن أن يدخل في مصادمات مع الأجهزة الأمنية العراقية وستكون حرب مكلفة جدا يعني أعتقد مشاكل كبيرة ستكون إذا ذهبوا باتجاه معالجة الأسلحة خارج مركز المدينة وهل ستستطيع دولة فعلا عبر الاستراتيجية التي يتحدث عنها وزير الداخلية كبحة هذه الأعراف العشائرية في رأيك سيدي يعني إذا تستطيع دولة فعلا عبر الاستراتيجية يعني إذا تستطيع دولة فنبدأ مختصرة حتى من خلالها أنا عدنان محسن راشد عقل الكناني والدي الله يرحمه شيخ عشيرة كنانة البخليفة من محافظة نيسان وحاليا شقيق الأكبر هو شيخ عشيرة كنانة البخليفة هذه العشيرة الجنوبية من محافظة نيسان وأنا أبني العشيرة فأعرف تماما ما يحدث ضمن عشائر محافظة نيسان أعتقد معاني وزير الداخلية هو غير ضليع بقراءة أو ليس لديه قراءة واضحة عن طبيعة عشائر الجنوب هو رجل من الفرات العوسط وطبيعة عشائر الفرات العوسط تختلف تماما عن طبيعة عشائر محافظة نيسان فأعتقد أن ثلاثة محافظات ربما الدولة تحتاج إلى سياسة خاصة بنزع الأسلحة اللي هي محافظة نيسان ومحافظة الذقار وشمال البصرة هذه الأماكن يصعب نزع السلاح منها إلا بسياسة خاصة ودبلماسية عالية وممكن أن يكون هناك أمن واستقرار وفضل سلطة الدولة بالتالي المواطن لا يحتاج إلى اقتناء السلاح لأنه أمن مؤمن ولا يخشى على حياته من أي تهديد فبالتالي لا يحتاج إلى اقتناء السلاح لكن في ظل وجود عشائر ربما تقاضي بعض عن خلاف بسيط جدا ممكن أن تشتع النار ويروح ضحيتها عشرات الأشخاص بمجرد خلاف بين الطفلين إذا كان هذا هو الحال عليه وينتهي إلى صدام عشائر ما الذي تحدثت عنه إذا كان هذا هو الحل لماذا الآن شيوخ العشائر تطلب المساعدة ودور الوساطة من الأجهزة الأمنية والحكومية يعني يشوفي عزيزتي شيوخ العشائر في وادي وأبناء العشيرة في وادي آخر شيوخ العشيرة هو صمام أمان لعشيرته والتالي يطمح أن يكون هناك حقل للدماء واستشعارهم أن هناك خطر كبير يهدد الأمن والسلم المجتمعي في المحافظة وبالتالي يذهبوا باتجاه المطالبة الدولة للتدخل لأنه بطبيعة المناطق العشائرية ربما البعض حينما يحس أن هناك تجاوز على حقوقها لا يلتزم لا بالعرف العشاري ولا حتى بالعرف الأخرى ولا حتى بالقانون فبالتالي يحاول أخذ ذبتار بيده وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه العصبية القبلية في هذه المحافظة واصلة مرحلة بمستوى عالي جدا ويحتاج لها إلى معالجة ذهنية ويحتاج لها إلى جلسات لغرض تنقية بعض الأقول التي ذهبت بعيدا عن الإنسانية وتحولوا إلى التجاه الآخر مع شديد الوسع يعني سيدي هناك اليوم مطالبات بتشكيل لجنة مركزية حكومية تحت شعار لجنة فض النزاعات العشائرية هذا المقترح يعني ما مصيره الآن هل يمكن لهذه اللجنة ربما حل هذه المعضلة وحل المجتمع عن فكرة حيازة السلاح من أساسها سيدة الكريمة أنا من حوالي سنوات طلابة أن يكون هناك مجلس سناد عشاري يتكون من الشيوخ العامين ويدعم من قبل رئاسة الوزراء ويكون لهم حظوة في بغداد وفي المحافظات الأخرى لكن هناك لدينا دائرة تحت مسمى شؤون العشائر وهي في وزارة داخلية مديرها الأخ العزيز الكريم اللواء ناصر وهو سيد جليل من سادة النوري سيد ناصر النوري فأعتقد يعني هذه الدائرة لحد الآن تحل بعض المشاكل البسيطة لكن هناك مشاكل تخرج عن سيدرتها ولا تستطيع مثل هكذا دائرة التداخل أنا أقول أنه يجب أن يكون هناك مجلس سناد عشاري من الشيوخ العامين الشيوخ الأجلال العامين يدعم حكوميا وبالتالي عملية شراء السلاح يعني نزع السلاح تكون بطريقة دولماسية يعني عملية شراء مع بسط الأمن مع سيطرة الأمنية كاملة مع أعطاء المواطن حقوقه حتى نطالبه بواجباته لا بد أن يأخذ حقوق المواطن أما حقوق مغيبة ونطالب المواطن بواجباته وبالتالي نطلب منه نزع السلاح وعدم وجود سيطرة وانضباط أمنية أعتقد أن هذا ظلم بحق المواطن وربما سيمتنع المواطن عن تسليم سلاحه ترجمة نانسي قنقر